نحضر السيد رئيس الوزراء والعديد من الوزراء الصبح النهاردة وطبعا كان فيه كلمة من رئيس الجمهورية الرئيس عفتاح السيسي على الفلسفة المؤتمة الجزء الأساسي في المسألة إيه؟ يعني أنت محتاج طبعا التنسيق ما بين وكلات التنمية والإنما وحاجات كترة جدا لأنه التحديات دلوقت اللي فرضتها كورونا في منتهى الخطورة أنت كنت محتاج طول الوقت أن يبقى فيه تعاون دولي وتنسيق بشأن المساعدات والاستثمارات في الأوقات العادية بس دلوقت في ظل كورونا بيقل هذا الموضوع أكثر أهمية لأنه فلسفة الاستثمارات الناس كتيرا بيقولوا بدأت تتغير بعد كورونا بدأت بعض الناس يتوجه أكثر مثلا إلى الاستثمار في المجال الطبي أو البنية الصحية التحتية في حد تاني يقولك والله فيه السلاسل الإمدادات الغذائية لأنه كورونا فرضت إغلاقات كبيرة جدا فأنا أقدر أشوف النمط بتاع الاستثمارات نفسه اتغير المشكلة الكبيرة أنه حركة الاستثمارات الدولية وحركة المساعدات بدأت تقل الموجهة من العالم المتقدم إلى العالم النامي وخصوصا أفريقي لأنه اللي كان عنده شوية من فوائد مالية يقولك طبعا أنا نظرية يلا نفسي أنا أولى بيقول فمن اللي هيدفع التمن في مثل هذا الأمر الدول الفقيرة خصوصا أفريقي أفريقي يمكن لحد ما نسب الإصابة فيها لحد هذه اللحظة نسب مقبولة رغم ما عندهاش بنية تحتية بالمرة لكن لقدر الله لو أن الجائحة انتشرت بشكل متفشي كما حدث في أوروبا أو بعض الدول الأخرى هيبقى فيه مشكلة رهيبة جدا في أفريقيا اللي بتعاني أساسا من أوضاع اقتصادية واستثمارية وما فيش بنية تحتية وحاجات كثيرة جدا صعبة جدا جدا